اهلا بكم من جديد تحت رعاية سعادة سيد زيد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة انطلق اليوم معرض الخريف بنسخته الحادية والثلاثين الذي يعد الأكبر والأكثر شعبية في مملكة البحرين ويشهد معرض الخريف عام 2020 أكثر من 650 جناحا من 16 دولة لعرض منتجاتهم من مختلف أنحاء العالم وتوجد مجموعة كبيرة من البضائع ستطرح للبيع خلال فترة تدوم تسعة أيام وتعرض فيها أنواع الأغذية والأطعمة والأزياء والأثاث والتكنولوجيا وألعاب الأطفال والمنسوجات والكثير من البضائع الأخرى كما ويغطي المعرض مساحة ضخمة ما يسمح للزوار بالاستمتاع بالمزيد من الخيارات والمعروضات حصل بنك ABC على جائزة أفضل بنك لتمويل تجارة الدولية في مملكة البحرين العام 2020 من مجلة جلوبل فاينانس في نيويورك وأقيم حفل لتسليم الجوائز للمؤسسات المالية الفائزة خلال الاجتماعات السنوية لجمعية المصرفيين للتمويل والتجارة بي اي اف تي في فرانكفورت بي ألمانيا وشملت معايير اختيار المرشحين للجائزة حجم الصفقات التجارية ومدى التغطية الجغرافية لأعمال تمويل تجارة الدولية وجودة خدمة العملاء وتسعير التنفسي وحداثة التقنيات المستخدمة في إنجاز صفقات أعلنت مجموعة جي اف اتش المالية عن نجاحها في إصدار صكوك بقيمة 300 مليون دولار أمريكي لمدة خمس سنوات وذكرت المجموعة أن هذه المعاملة تعتبر من المعاملات الهمة في تاريخ جي اف اتش حيث قامت بطرحها في أسواق رأس المال الدولية ويعود نجاح المجموعة في إصدار الصكوك إلى تصنيفها بالمستوى بي الذي حازت عليه من وكلتي التصنيف العالميتين ستاندرد انبورس وفيتش كما حظي الإصدار بإقبال قوي من قبل المستثمرين الدوليين بما يعكس ثقة السوق في المجموعة وشركاتها التابعة ووضعها المالية الجيد واستراتيجيتها القوية ونتابع الآن أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية وإلى إغلاقات أسواق المال بنهاية تعاقدات هذا الأسبوع ونبدأ مع بورصتنا المحلية فقد واصل مؤشر البحرين العام تقدمه بإقفال باللون الأخضر وبارتفاع نسبته 11 من مئة بالمئة مقفلا عند مستوى 1653 نقطة وشهدت تدولات اليوم ارتفاع مؤشر قطاعات البنوك التجارية والخدمات وأيضا الصناعة وقد تجاوزت كمية الأسهم المتداولة مليونين وستمائة وواحدا وستين ألف سهم بقيمة إجمالية تجاوزت تسعمائة وسبعة ألاف دينار تم تنفيذها من خلال اثنتين وأربعين صفقة وقد تركز نشاط المستثمرين في تداولة اليوم على أسهم قطاع الصناعة ننتقل مشاهدين إلى إغلاقات باقي البورصات الخليجية فقد واصلت الإغلاقات تقلبها باللون الأحمر وأيضا باللون الأخضر وفي أبرز القطاعات أو البورصات الرابحة كانت سوق مسقط الأوراق المالية التي أقفلت عند مستوى 4069 نقطة بارتفاع بنسبة 0.32% تليه سوق بوظبي للأوراق المالية بارتفاع بنسبة 20 النقطة المئوية بإقفال عند مستوى 5244 نقطة فيما شهدت السوق المالية السعودية وأيضا سوق دبي المالية أقفالات باللون الأحمر بتراجع في نهاية تداولات هذا الأسبوع أشهد الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجية الدكتور سعود المشاري بقرار إطلاق جمارك المملكة العربية السعودية مؤخرا مشروع خدمة حجز المواعيد للشاحنات في المنافذ البرية بهدف تسهيل حركة نقل البضائع من المنافذ البرية وفي وقت قصير ووصف الدكتور سعود المشاري الخطوة بالمهمة على الحركة التجارية وأنسياب السلع والبضائع بين المملكة العربية السعودية مع مملكة البحرين مما يساهم في تحفيز التشغيل في المنافذ بالساعة الكاملة على مدار الساعة ومما يسهم في تسريع عمليات دخول وخروج الشاحنات ويرفع الطاقة التشغيلية ويجعل المملكة العربية السعودية في مقدمة الدول التي تهدف لتحقيق التكامل الاقتصادي بين دول المجلس توقع الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمارات الروسي كيريل ديمتريف في لقاء مع قناة العربية أن يشهد القطاع العالمي نموا قويا هذا العام بدعم من إعلان المرحلة الأولى للاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والصين بجانب اتفاق أوبيك بلاس بين روسيا والمملكة العربية السعودية وباقي الدول المنتجة للبترول الذي يهدف للحفاظ على توازن السوق وأضاف أن اقتصادات الدول الناشئة ستشهد نموا جيدا هذا العام مشيرا إلى أن القطاعات المتعلقة بالبنية التحتية تعتبر فرصة جيدة للاستثمار كما وأشار ديمترييف إلا أن قطاع التكنولوجيا من أبرز القطاعات التي تجذب المستثمرين قالت حكومة دبي إن أعداد الزائرين الأجانب للأمارة زاد بنسبة 5% ليصل إلى 16 مليون و700 ألف زائر في عام 2019 بفضل قفزة في السياح الصينيين وتعتبر السياحة مساهما مهما في اقتصاد إمارة دبي التي ستستضيف معرض إكسبو 2020 الدولي في شهر أكتوبر القادم وتستهدف 20 مليون سائح هذا العام وجاءت الهند والمملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة وسلطنة عمان والصين وروسيا كأكبر مصادر لسوق السياحة في دبي في عام 2019 وشكلت مجتمعة أكثر من سبعة ملايين زائر يعيش لبنان في أزمة اقتصادية عميقة دفعت البنوك التي تخشى نزوح رؤوس الأموال إلى فرط قيود صارمة على سحب الدولار الأمر الذي يجبر الجميع بدءا بكبار المستوردين وحتى المواطنين إلى اللجوء لمكاتب الصرافة لتلبية احتياجاتهم وقالت نقابة الصرافين في لبنان بعد وقت قصير من إعلان تشكيل الحكومة إنه جرى الاتفاق مع البنك المركزي على تحديد سعر الشراء عند ألفين ليرة لبنانية للدولار بحد أقصى سعيا لوقف هبوط العملة وأضافت إن المخالفين سيكونون تحت طائلة عقوبات إدارية وقانونية لم تحددها بعد نشرتنا مستمرة من تلفزيون البحرين وفيها بعد قليل ارتفاع سهم شركة السيارات تيسلا يرفع بالقيمة السوقية للشركة لتتجاوز مئة مليار دولار للمرة الأولى في تاريخها قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه بدأ محادثات مع المدير العام لمنظمة التجارة العالمية روبرتو أزيفيدو حول إصلاح هيكل المنظمة الذي وصفه كثيرا بأنه غير عادل بالنسبة للولايات المتحدة وأضاف ترامب في مؤتمر صحفي قبل إنهاء زيارته إلى المؤتمر السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوز أن أزيفيدو سيتوجه إلى الولايات المتحدة للتفاوض وقال ترامب إنهم سوف يتحدثون عن هيكل جديد تماما أو سيتعين عليهم القيام بشيء ما حيث أن منظمة التجارة العالمية ظلت غير عادلة للولايات المتحدة منذ سنوات عديدة يتوقع العالم أن يقدم البنك المركزي الأوروبي بعض التفاصيل حول أول مراجعة لاستراتيجية البنك منذ عام 2003 وذلك في أول اجتماع للبنك المركزي الأوروبي في العام الحالي ومن المرجح أن تشمل مراجعة استراتيجية المركزي الأوروبي إعادة التفكير حول مستهدف البنك بشأن التضخم والذي فشل في تحقيقه منذ حوالي 17 عاما وفي تصريحات سابقة لرئيسة المركزي الأوروبي قالت إن التركيز الرئيسي سيكون إبقاء التضخم بالقرب أو أقل من 2% بالنظر إلى التغييرات التي شهدها الاقتصاد العالمي ارتفع الين الذي يعتبر عملة ملاذ آمن في حين ترجع اليوان الصيني في الوقت الذي يراقب فيه المستثمرون بقلق انتشار فيروس في الصين وواصلت تحركات العملات رغم تواضعها تقديم دفعة لعملات الملاذ الآمن هو التحركات التي بدأت يوم الثلاثاء واختفت جزئيا يوم الأربعاء وبلغ الدولار أعلى مستوياته في أسبوعين مقابل اليوان المنخفض بينما قفز الدولار الأسترالي المتعثر بعد تراجع مفاجئ لمعدل البطالة توقع مؤسس شركة هواوي ورئيسها التنفيذي بأن أثر الحظر الأمريكي على أعمال الشركة خلال العام الجاري 2020 لن يكون كبيرا مقللا من أهمية احتمال بقاء شركته على القائمة السوداء الأمريكية ومؤكدا على قدرة هواوي على تجاوز كافة التحديات وقال ريند زينفاي إن التجربة الصعبة والتحديات التي مرت بها هواوي خلال العام المصرم 2019 أسهمت باكتسابها مناعة جيدة وزيادة زخم خبراتها من خلال عملها الدؤوب على القيام بالتعديلات اللازمة الكفيلة باستمرار عمل الشركة ونتابع الآن أبرز مؤشرات الأسواق العالمية وأسعار النفط والمعادن الرئيسية ارتفع سهم الشركة السيارات الأمريكية تسلا بنحو 4% عند تسوية آخر التعاملات لتتجاوز القيمة السوقية للشركة 100 مليار دولار وذلك للمرة الأولى في تاريخها وهي قيمة تتجاوز قيمة شركتين جنرال موتورز وفورد مجتمعتين كما وتمكنت شركة تسلا من فتح مصنعها في شنكهاي صينية قبل الموعد المحدد وبدأت في تسليم موديل سيدان 3 في الصين في نهاية عام 2019 والتي تصل طاقتها الإنتاجية أكثر من ألف سيارات في الأسبوع ترجمة نانسي قنقر